السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة رابعة إزايكو حبايب قلبي النهاردة إن شاء الله يونيت ثري الوحدة التالتة لسن تو الدرس التاني وهنتكلم على plants in Egypt نباتات في مصر درس جميل جدا وخفيف جدا وصغير كده ومهم جدا لأن احنا هنشرح فيه grammar إن شاء الله فمطلوب من حبيب البطل إيه بقى مطلوب من حبيب البطل إنه يكبر الصورة ويعلي الجودة لو كانت الجودة على 720 كويس جدا معك بقى الورقة والألم قاعد معي كإنك قاعد معي هنا بالزبط هتكتب ورايا وهتردد ورايا بالزبط وركز يا بطل معي آخر الفيديو بقى إن شاء الله ياريت لايك جميلة منك كده إن الفيديو عجبك وإنك يعني بتقدرنا كده وعاوز توصل الفيديو ده لأكبر عدد من الناس معنا ويلا بينا يا ابطال نبدأ مع بعض فيديو النهاردة أول حاجة إحنا هناخد النباتات اللي في مصر تمام اسم الدرس كده بلاينس إن إيجيبت نباتات في مصر فتعال نتعرف على بعض النباتات اللي موجودة في مصر فطبعا عندنا ظهرة عباد الشمس وفي ناس كتير جدا بتعترضوا على اسم عباد الشمس وبنسميه ضوار الشمس فما فيش مشكلة سواء كده أو كده بس عشان ولادنا يعرفوه ظهرة عباد الشمس اسمها سان فلاور طبعا سن اللي هي الشمس ولازق فيها كلمة فلاور فهي سهلة جدا سان فلاور فأنا في إداية دلوقتي سان فلاور جمع اسمها سان فلاور سان فلاور سان فلاور أوكي سان فلاور سان فلاور سان فلاور سان فلاور تمام سان فلاور سان فلاور أوكي this is a sun flower سان فلاور سان فلاور سهلة جدا أول كلمة خدناها وأول نبات سان فلاور وعلى فكرة النبات ده مهم جدا وهنتكلم على دولة حياته إن شاء الله يعني في آخر اليانت هيكون فيه درس مخصوص عنه المهم دلوقتي تعرف Sunflower دلوقتي كده بقى الوردة يعني ايه وردة بالانجليزي يعني rose 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 الوردة rose 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 that's rose وردة جميلة وردة حمرة جميلة rose 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 كده خدنا Sunflower وخدنا Rose روز طيب ايه كمان من النباتات الله ظهرت اللوتس ودي اسمها lotus 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 أو lotus تمام ظهرت اللوتس lotus 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 اوكي ظهرت اللوتس lotus 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 ظهرت جميلة جدا lotus 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 flower اوكي lotus flower ويه نباتة الفول ما بتزرع في مصر برضو مش كله مرود في ظهور يعني تعالى ناخد نباتة الفول نصغرها شوية نباتة الفول اسمه bean plant bean plant ايه ده ده bean fool و plant نبات بس هو فعلا bean plant نباتة الفول bean plant يعني احنا كده اخدنا Sunflower rose lotus bean plant 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 نباتة الفول نباتة في مصر نباتة مصري Egyptian plant اوكي نباتة مصري bean plant سهلا bean plant bean plant bean plant طيب في زهرة كمان اوه في زهرة كمان ايدي دي زهرت اللؤلؤ أو الأقحوان واسمها الانجليش دي زي دي زي دي زي دي زي زهرت اللؤلؤ او زهرت الأقحوان دي زي 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 دهيزين في ايه كمان طيب في كمان شجرة الصمت شجرة بتعيش بالصحراء اسمها انجليش اكيشا اكيشا اسكيشا 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 اكيشة اسكيشا اسكيشا grows بتنمو in the desert في الصحراء أكيشا شجرة الصمت أكيشا تمام شجرة الصمت أكيشا أكيشا في حاجة كمان الشجرة دي برضو بتعيش في الصحراء واسمها الطرفاء وهي شجرة نحيلة الأغصن طيب اسمها ايه بالانجليزي اسمها تامريسك 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 ت-a-m-a تمام ت-a-m-a ت-a-m-a-r-i-s-k برضو نبات في مصر شجرة في مصر تامريسك شجرة طرفاء تامريسك تامريسك تمام شجرة طرفاء تامريسك شجرة الطرفاء تامريسك 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 الكيشة تامريسك الاتنين دول بيعيش في الصحراء وعندنا سان فلاور عندنا الروز عندنا اللوتس فلاور عندنا الديزي عندنا بين بلانت نبات الفول كل دي النباتات قلناها فشجرة الطرفاء نحيلة الأغصان دي اسمها تامريسك تامريسك أنا مش حنساها مصدر تامريسك عرفتها مصدر وعندنا كمان في مصر شجرة برتقان تمام بيتنمو شجار البرتقال في مصر orange tree orange tree orange برتقانة و tree شجرة orange tree شجرة البرتقان orange tree orange tree orange tree orange tree شجرة البرتقان orange tree orange tree orange tree orange tree شجرة البرتقال عندنا طبعا كلمة نهر يعني river نهر نهر هو موطن لبعض النباتات في نصر في نباتات كده بتنمو عند النهر نهر بس أنا لازم أكون أعرفها يا بابا نهر يعني river 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 انتفقنا نهر river نهر river 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 أعرفنا river فيه كمان كلمة مطر يعني rain 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 r-a-i-n rain 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 تمام مطر rain مطر rain مطر يعني rain 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 وطبعا نباتات بتحتاج المطر طبعا أكيد يعني plants need rain 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 and rain 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 wys بتنظر اسمه ايج بلانت للبتنجان اسمنا اسمنا نبات البيضة ايج بلانت بص ايج بلانت على بعضها مش النبات البيضة ايج بلانت Crown إيج بلانت إيج بلانت البتنجان إيج بلانت اتفقنا البتنجان إيج بلانت ماشي يا سيدي سألة جدا والله إيج بلانت لزقب بعضها كده إيج بلانت إيج بلانت عندنا برضو نبات القصب ما قصودش قصب السكر لا نقصد القصب اللي هو الجريد النبات الطويل ده وده اسمه الإنجلش ريد 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 ر اوكي يا أولاد اسمه ريد نبات القصب او الجريد اسمه الإنجلش ريد 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 اللي هو نبات القصب او نبات الجريد اسمه ريد سهلة جدا نبات القصب او الجريد ريد خلاص اتفقنا؟ ريد طيب تعال ناخد برضو كلمة جميلة جدا اللي هي الموطن وكل نبات حيكون لي موطن هناخد الكلام ده دلوقتي كل نبات من النباتات اللي قلناها ليه موطن معين بينمو فيه هو يعني ايه موطن؟ موطن يعني habitat 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 ومش النباتات بس اللي هيه habitat الحيوانات يعني الكمل الجمل ايه habitat بتاعت الجمل؟ ايه موطنه؟ desert الصحراء طبعا يبقى habitat mountain habitat فيه نباتات برضو الحابتات بتاعها الموطن بتاعها هو desert الصحراء وفيه نباتات الحابتات بتاعها الـ rivers الأنهار وفيه نباتات الحابتات بتاعها الموطن بتاعها الـ agricultural land الأرض الزراعية فالhabitats بقى بيئات ومواطن للنباتات كل نبات ليه habitat بيعيش فيه وبينمو فيه فكلمة موطن أو بيئة يعني habitat 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 سهلة habitat 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 سهلة habitat 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 سهلة موطن habitat موطن habitat سهلة جدا habitat قلتلك ان فيه موطن اللي هو الأرض الزراعية ده موطن من الموطن هو يعني ازراعي أغريكالشرول 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 تي يو ار اي ال ترل تي يو ار اي ال تي يو ار اي ال أسمناها أغريكالشرول أغريكالشرول زراعي طب هو أنا ممكن أقول أغريكالشرول هابيتات موطن زراعي أو بيئة زراعية ممكن ها فيه حاجة اسمها أغريكالشرول أرض الزراعية فيه أغريكالشرول زراعي طيب هو أنا عرف أحفظها أسمها يا حبيبي سهلة والله A-G-R-I A-G-R-I C-U-L 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 T-U-R-A-L 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 أغريكالشرول 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 وعندي كمان كلمة هو البحيرة موطن الأنهار والبحيرات مواطن مواطن للنباتات بحيرة 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 كل الكائنات الحية يا مصدر لها موطن ولها بيئة والنبات كائن حي والحيوان كائن حي والإنسان كائن حي ويعني كائنات حية كائنات حية يعني living things living things كائنات حية يعني ممكن أقول كده النباتات كائنات حية صح 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 living things living things كائنات حية living things كائنات حية living things living things living things كائنات حية living things كائنات حية living things living things living things living things أخر كلمة حوالي يعني حوالي بالانجليزي تقريبا around a-r-o-u اني دي. around. around يعني مش بالزبط بالزبط يعني هي around تقريبا حوالي around 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 حوالي او تقريبا around. عندنا اربع جمل حلوين وسهلين وبسيطة جدا بس تعالى ندخل نتعمق في البورد تعالى بنا يلا ندخل البورد ونقول لاربع جمل يلا بنا. بص يا بطل اول جملة اول جملة وهي جملة سهلة جدا بتقولك هو مين اللي بيزرع الاكل الفلاحين بيزرعوا الاكل ليه علشان ناكلوا يلا نقولها بالانجليزي farmers الفلاحون فارمرز ما لهم؟ grow بيزرعوا تمام بيزرعوا ايه؟ food اه فعلا فارمرز grow food سهلة فارمرز grow food هما بيزرعوا الطعام لمين؟ كتر الف فارمرز grow food سهلة فارمرز grow food فور اس تمام هما بيزرعوا الطعام لينا علشان نعمل بالاكل ايه؟ فارمرز grow food فور اس تمام هما بيزرعوا فارمرز grow food فور اس تمام هما بيزرعوا فارمرز grow food فور اس تمامه؟ فارمرز جرو فود الفلاحون يزرعون الطعام فور اس لينا تو ايت علشان ناكلوا سهلة الجملة سهلة الجملة فارمرز جرو فود فور اس تو ايت فارمرز جرو فود فور اس تو ايت طيب عندنا كمان جملة بتقول لكم هو الفلاح بيشتغل فين مش في المدرسة مش في المصنع مش في المستشفى هو بيشتغل في الأرض الزراعية او في البيئة او في الموطن الزراعي بيشتغل في البيئة الزراعية طيب نقولها ازاي حنقول فارمرز الفلاحون طيب ما لهم فارمرز حنقول بقى بيعملون فارمرز ورك بيعملون ان في تمام بيعملون في ان فاكر اجريكالشرال زراعي اجريكالشرال اجريكالشرال ايه طرأ zeraعي هابيتات البيئة اجريكالشرال هابيتات فارمرز ورك الفلاحون يعملون في اجريكالشرال هابيتات في البيئة الزراعي فارمرز ورك in agricultural habitat farmers work in agricultural habitat farmers work الفلاحون يعملون in an agricultural habitat farmers work in الفلاحون يعملون في an agricultural habitat بأزراعية طيب الجملة اللي بعد كده بتقولك تعرف النباتات اللي عند الأنهار والبحيرات أكد بتعيش هناك علشان محتاجة مياه كتير تمام plants النباتات plants النباتات near اللي بتكون بالقرب من كلمة نير يعني قريب من plants near النباتات اللي بالقرب من rivers الأنهار and lakes والبحيرات مالها النباتات دي اللي قريبة من الأنهار والبحيرات دي مالها need بتحتاج مياه كتير a lot a lot water كثير من الماء a lot of يعني كثير من plants near rivers سهلة والله plants near rivers النباتات اللي قريبة من rivers and lakes الأنهار والبحيرات need محتاجة محتاجة a lot of water مياه كتير محتاجة a lot of water a lot of water طيب النباتات اللي في الصحراء لأ دي باوش بتحتاج مياه كتير علشان مفيش مياه كتير في الصحراء there is there is there is there is not ننافي ده لا يوجد لا يوجد ايه much rain مطر كتير there is not much rain مفيش مطر كتير فين in the desert في الصحراء يلا نقولها تاني there is not much rain in the desert there is not much rain in the desert there is not much rain in the desert لا يوجد مطر كتير في الصحراء فعلا there is not much rain in the desert طيب تعال نقول حاجة تانية ونوضح كده حاجة تانية تعالا نتكلم على الhabitats بتاعت النبات حاجة كده بعنوان plant habitats مواطن النباتات ونعرف النباتات في مصر بتعيش فين وفين وفين يلا يا بطل النسبة ل plant habitats مواطن النبات plant habitats احنا قلنا habitat موطن او بيئة plant habitats بيئات النبات او مواطن النبات فهم تلاتة احنا هنتكلم على تلاتة تلات مواطن للنبات في مصر اول مكان النبات بينمو فيه اول ما قولك نبات على طول يعني كلنا حنفكر في البيئة الزراعية مش كده تمام فعلا اول موطن للنبات agricultural فاكر agricultural زراعي agricultural habitat دي اول habitat اول موطن agricultural habitat البيئة الزراعية فيه نباتات بتنمو في البيئة الزراعية اكتر النباتات بتنمو في البيئة الزراعية agricultural habitat من بيشتغل هناك فارمارز الفلاحون مالهم work بيعملون هنا 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 فين في الagricultural habitat في البيئة الزراعية فارمارز وارك لما تروح كده البيئة الزراعية تلاقي مين بيشتغل الفلاح انت بتشتغل فين يا فلاح في البيئة الصحراوية لأ عند الانهار والبحيرات لا 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 انا بشتغل في البيئة الزراعية فارمارز وير كير الفلاحون يزرعون هنا يعملون هنا طيب وبيعملوا ايه هنا بيشتغلوا ايه اكيد بيزرعوا يعني they grow بيزرعوا طيب بتزرعوا ايه هنا فود زي ما قلنا طعام they grow food بيزرعوا طعام ليمين for us لينا شكرا جدا والله for us علشان ايه to eat علشان ناكلوا نقولها يلا نقولها تاني البيئة الزراعية farmers work here الفلاحون يعملون هنا في الاجريكاتشرا الهابيتات بيعملوا ايه هنا they grow food for us to eat بيزرعوا طعام لينا علشان ناكلوا كتر الف خركوا يا فارمرز طيب بعد كده البيئة التانية البيئة التانية ايه هي البيئة التانية للنبات غير البيئة الزراعية number two rivers الانهار and lakes والبحيرات في نباتات بتانمو عند الانهار والبحيرات تروع عند النهر كده تلاقي نبات تروع عند البحيرة تلاقي نبات فده بيئة او موطن لبعض النباتات اوكي والنباتات اللي بتختار تانمو هنا او بتعيش هنا اكيد نباتات محتاجة مية علشان كده بتانمو عند النهر وعند البحيرة plants النباتات near اللي بالقرب من rivers and lakes الانهار والبحيرات انها بتدي نيد محتاجة زي ما قلنا a lot of كثير من water الماء need a lot of water محتاجة ما يكتير يبقى دي البيئة التانية rivers and lakes يبقى قلنا agricultural habitat ده اهلاك الفلاحون بيشتغلوا بزرعة وطعام لنا ناكلوا rivers and lakes الانهار والبحيرات دي كمان habitat plants near rivers and lakes need a lot of water طيب عندنا ايه الموطن التالت desert desert صحرة desert habitat habitat البيئة الصحراوية desert habitat البيئة الصحراوية والنباتات اللي هناك لا مش بتحتاج مية كتير وما فيش هناك مطر كتير فحنقول there is not هنفي there is not لا يوجد much rain مطر كتير much يعني كتير there is not much rain لا يوجد مطر كتير here هنا there is not much rain here ما فيش مطر كتير هنا فالنباتات اللي عيشة هنا اصلا اصلا مش فارق معاها مش بتحتاج مية كتير plants النباتات that اللي live بتعيش plants that live النباتات اللي بتعيش in the desert في الصحراء ما لها النباتات دي محتاج مية كتير لا طبعا النباتات دي مش need لا don't need او do not need مش بتحتاج مش بتحتاج a lot of water مية كتير اوكي مش بتحتاج a lot of water مية كتير تعال نقولها تاني بالنسبة لل desert habitat هنقول there is not much rain here there is not much rain here لا يوجد مطر كتير هنا طيب بالتالي plants that live in the desert النباتات اللي بتعيش في الصحراء do not do not do not do not need لا تحتاج a lot of water كتير من الماء احنا رجعنا تاني للكتاب تعال هنبص مع بعض في الكتاب كده ونقرأ الكلام اللي احنا قولناه نفتكره وبعد كده يا سيدي ان شاء الله هنرجع تاني للبورد علشان هدينا جزء grammar مهم جدا فلسنتو الدرس التاني بيتكلم على plants in Egypt النباتات في مصر فدي كلها كده نباتات في مصر فهنبدأ طبعا بزهرة عباد الشمس واسمها sunflower 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 والوردة اسمها rose 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 ونبات الفول اسمه bean plant احنا نكبر كده شوية علشان يعني الامور تبان عندك اكتر تمام نبات الفول اسمه bean plant bean plant bean plant وظهرة الاقحوان او اللؤلؤ اسمها daisy 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 وشجرة البرتقال اسمها orange tree orange tree تمام orange tree اللي هي شجرة البرتقال orange tree عندنا شجرة الطرفاء اللي هي شجرة نحيلة الاغصان دي اسمها tamarisk 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 شجرة الصند اسمها اكيشا 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 وعندنا برضو هنا فوق كده نبات القصب او الجريد اسمه read 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 ظهرت اللوتس واضح ان هي الهابيتات بتاعتها بقى المية فشكلها او اسمها lotus flower 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 كلمات موطن او بيئة يعني habitat 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 والذرة maize 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 وزراعي agricultural فاكن لما قلنا agricultural habitat البيئة الزراعية احنا قلنا البيئات الثلاثة agricultural habitat rivers and lakes with desert habitat حوالي around around يا تقريبا كائنات حية living things living things البحيرة lake lake كان فيه اربع جمل حلوين جدا بيقولك farmers grow food الفلحون يزرعون الطعام for us to eat لينا علشان ناكلوا farmers work in الفلحون يعملون في an agricultural habitat في بيئة زراعية قلنا ان plants near rivers and lakes النباتات اللي قريبة من الانهار والبحيرات اكيد محتاجة مية كتير need محتاجة a lot of water كثير من الماء there is not much rain لا يوجد مطر كتير in the desert في الصحراء طيب عندنا بوب كوز هنا حلو قوي بيقولك lotus with sunflower وايه كمان are kinds of flowers انواع من الظهور هل مثلا البوتاتوز البطاطس الزهرة beans tomatoes ولا الروز لا الروز طبعا الوردة lotus sunflower and rose كل دول are kinds of flowers طيب مين يطرى اللي grow food for us to eat اللي بيزرع الاكل لنا علشان ناكلوا doctors لا nurses لا vets لا farmers اوه طيب there is fresh water يوجد ماء عزب الله in the seas في البحار لا البحار مالح ولا oceans المحيطات ولا deserts اكيد rivers الانهار المية العذبة في الانهار there is fresh water in the rivers طيب plant habitats مواطني النباتات زي ما تكلمنا قلنا ان اول حاجة الاجريكاتشورال habitat الاجريكاتشورال habitat البيئة الزراعية farmers work here الفلاحون يعملون هنا they grow food for us to eat بيزرع وطعام لنا علشان ناكلوا تاني بيئة rivers and lakes الانهار والبحيرات plants near rivers and lakes النباتات اللي مريبة من الانهار والبحيرات need a lot of water محتاجة مية كتير بعد كده desert habitat البيئة الصحراوية there is not much rain here لا يوجد مطر كتير هنا فبالتالي plants that live in the desert 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 مالها plants that live in the desert النباتات اللي بتعيش في الصحرا do not need a lot of water do not need لا تحتاج a lot of water do not need لا تحتاج a lot of water do not need a lot of water do not need a lot of water لا تحتاج مية كتير بص تعالا ناخد النبات وموطنه احنا قلنا ان الـ rivers or lakes الانهار والبحيرات habitat موطن مين يعيش هناك مثلا من النباتات اللي اتكلمنا عليها lotus flower ظهرت اللوتس واضح المية ايه والريد نبات الجريد او القصب ده بتلاقيه كده يعني جنب المية وانت ماشي بتلاقيه النبات الطويل كده اللي هو الريد ده طالع جنب المية كده على الايابس جنب المية فلوتس flower and read ظهرت اللوتس والجريد grow بينمو near rivers or lakes عند الانهار والبحيرات طيب البيئة التانية البيئة الزراعية هناك بقى مثلا الـ bean plant نبات الفول orange tree شجرة البرتقان حاجات دي تمام الحاجات الاكل دي بتنمو في الـ agricultural habitat في البيئة الزراعية يبقى انت يا bean plant يا نبات الفول موطنك ايه؟ موطني agricultural habitat انت يا orange tree موطنك agricultural habitat هنيجي عند الـ desert habitat البيئة الصحراوية مين بينمو في الصحراء؟ نباتل او شجرة تماريسك الطرفاء الشجرة نحيلة الاوصان تماريسك وشجرة الصند اكيشا اكيشا تماريسك they grow in the desert habitat بينمو في البيئة الصحراوية طيب تعالى نعمل مقارنة بين ثلاثة احنا عملنا مقارنة قبل كده اه عملنا مقارنة قبل كده بين اتنين بين الجمل والحصان بين اتنين النهاردة هنقارن بين اكتر من اتنين بين اكتر من اتنين حنجيب الله ثلاثة ظهور جميلة دايزي اللؤلؤ والاقحوان روز الوردة سنفلاور ظهرة حباد الشمس حنقارن بين اكتر من اتنين بين ثلاثة اول حاجة احنا هنقارن من حيث كم حجم الظهرة تمام؟ بنسبة للديزي حجمها يعني من 2.5-5 سنتيمتر من اتنين ونص لخمسة سنتيمتر حجم الظهرة كده طيب الروز اكبر about 6 سنتيمتر يعني حوالي 6 سنتيمتر طيب السنفلاور لا دي تكسب بقى من 7.5 من 7.5 من 10 15 سنتيمتر ل 15 سنتيمتر فممكن نقول ان السنفلاور هي الأكبر طيب how tall is it الطول مين أطول دايزي طولها بيطلع لغاية 10 سنتيمتر يعني 10 سنتيمتر أما الروز ما شاء الله بيطلع طولها لغاية 60 سنتيمتر 60 سنتيمتر أما هنا بقى لا ده في مكان تاني بقى السنفلاور من 1 to 3.5 متر من متر مش بالسنتيمتر لا متر المتر 100 سنتيمتر من متر 3 متر ونص فلا طبعا هنعرف ان the sun flower is the tallest هي الأطول the tallest flower أطول زهرة طيب تعال نقارن من حيث how long doesn't live كام المدة اللي بتعيشها الدايزي يعني بتعيش around 6 days حوالي 6 أيام أما الروز الوردة بتعيش around 10 days حوالي 10 أيام بعد كده تقع السنفلاور بقى لا بتعيش around 2 weeks حوالي أسبوعين طيب how heavy is it كم وزنها لو وزننا الدايزي around حوالي around 20 جرام حوالي 20 جرام خفيفة جدا أما الروز around 50 جرام حوالي 50 جرام أتقل أما السنفلاور لا 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 around 200 جرام حوالي 200 جرام يبقى السنفلاور برضو is the heaviest هي الأتقل يا مستر أنت مش مفيد تقول heavier than أتقل من لا heavier than ده لو أنا بقارن بين اتنين بس أنا بقارن بين ثلاثة وده الموضوع اللي احنا حننتقل حننتقل للبرد علشان نقوله لما بقارن بين اتنين أقول taller than اللي هو اللي احنا كنا شرحناه أنا هنا مثلا حقارن بين الروز والديزي the rose is taller than the daisy حقارن بين السنفلاور والروز the sun flower is taller than أطول من the rose أما بين التلاتة بقى كلهم أكتر من اتنين موضوع تاني بقى غير taller than هي أطول زهرة دي اسمها صيغة التفضيل العليا تمام صيغة التفضيل العليا مش بقارن بين اتنين لأ بقارن بين اتنين the rose is taller than the daisy الكمperative اللي احنا شرحناها والصفة الكبيرة أحط more the sun flower is more beautiful than زهرت عباد الشمس أجمل من the cactus الصبار فبقول er than أو more والصفة than لكن انا حتكلم في موضوع تاني خالص صيغة التفضيل الدرجة التالتة superlative تعالى ننتقل للبورد ونشرح الجرامر دا بطل على البورد يلا بينا بصوا مبدئيا يعني احنا بنا اعتذر لك عن الرسمة ولكن تخيل كده ان دي sun flower تمام دي sun flower ويتخيل ان دي rose ويتخيل ان دي daisy وطبعا واضح ان مين اطول الصن flower لو انا بقارن بين اتنين فبستخدم الكمperative الدرجة التانية اللي هي اطول من بس انا دلوقتي انا بقارن بين اكتر من اتنين فهنا الموضوع بيختلف انا هنا مين فاش اقول taller than ولا shorter than ولا الكلام دا انا هستخدم حاجة اسمها superlative السوبر الهي صغة التفضيل superlative ايه صغة التفضيل دي بص يا حبيبي لما نقارن بين واحد وبين واحد طول طيب بين واحد واثنين او واحد وتلاتة واحد وعشرة لما المقارنة يدخل فيها تلاتة اربعة عشرة مية هنا ما ينفعش اقول taller than والكلام دا انسى الكلام دا طول ما انت بتتكلم على حاجتين حاجتين يعني مثلا جمل وحصان او الجمال والخيول المهم ان هما فئتين تمام احمد وعلي او الولاد والبنات فئتين بقارن بين فئتين تمام او اتنين في عنصرين للمقارنة هنا taller than shorter than هنا الكمبراتي في درجة تانية لكن انا هنا بقارن بين فئة وفئة وفئة حاجة وحاجة وحاجة وممكن اكتر تمام ادخل الفصل وقارن بين ولد والولاد التانية تمام لا هنا مش فئتين مش زي بعض ده هنا الولد والولد ده والولد ده والولد ده الولد ده اطول الولد ده اشتر الولد ده اقصر الولد بقارن بين كتير شوف كم ظهر عندي ثلاث ظهور بقارن بين اكتر من اتنين انا هقول ظهرة عباد الشمس هي الاطول طيب هو انا بعملها ازاي دي صغة التفضيل لها ازاي حضرتك هتجيب الصفة مثلا طول هتحط قبلها ذا ذا طول وتلزأ فيها est بس شكرا the tallest بس كده اهو في حاجة تانية هنقولها يعني بس هو حاليا بس كده the tallest the tallest the tallest يعني اقول the sun flower the sunflower is the the sun flower is ظهرة عباد الشمس is بتكون the tallest اه بالضبط the tallest هي الاطول وممكن كمان تقوله the tallest flower the sun flower is the tallest flower يبقى احنا بنعملها ازاي بنجيب الصفة نحط قبلها ذا وبعدها est the tallest وده لما تقارن بين واحد ومجموعة مش واحد وواحد واحد ومجموعة واحد واثنين او اكتر واحد واثنين او اكتر فيه تلاتة او اكتر دخلين في المقارنة يبقى هي دي صيغة التفضيل العليا انك تجيب الصفة وتحط قبلها ذا وبعدها est كده احنا مش عاوزين الرسمة دي في حاجة نمسحة وتعالى نكمل لو انا عاوز اقول الاقصر 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 واحد the short test اللي عملناه جبنا الصفة حطينا قبلها ذا وبعدها est the short test the short test الاقصر تقول كده احمد is احمد بيكون the short test boy عارف يعني ايش the short test boy يعني اقصر ولد احمد is the short test boy ممكن in class في الفصل the short test الاقصر بنجيب الصفة ونحط قبلها ذا وبعدها est ذا و est يا مستر انا عاوز اقول الاسرع يعني مثلا الطيارة الاسرع اسرع حاجة the plane the plane الطيارة is اقوله faster than لو انا بقرن بين اتنين لكن انا بقرن بين الطيارة وبين العربية واللي توبيس والمتسكل فاقوله the plane is the fastest جبنا الصفة قبلها ذا وبعدها est the fastest the plane is the fastest ممكن is the fastest vehicle or is the fastest form of transportation ف بتجيب الصفة قبلها ذا وبعدها est ونفس الكلام بقى اللي كنا قلناه في الدرجة التانية يعني ايه يعني مثلا big كبير عايز تقول الاكبر فاكر كنا بنقول لو الصفة انتهت بحرف second وقبل متحرك كنا بنضاعف second كنا بنقول bigger than اكبر من لو انا بقارن بين اتنين في الدرجة الثالثة لو بقارن بين ثلاثة برضو هضاعف الساكن لو الصفة انتهت بحرف second وقبل متحرك كوة تبقى the biggest الاكبر the biggest طيب مثلا فاتخين عايز اقول الادخن the في الاول بس هنضاعف the لأن الصفة انتهت بالت second وقبل الاي متحرك الحروف المتحركة اي 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 او يو فحقول the فاتست هضاعف الساكن the فاتست تمام the biggest the sun flower is the biggest كده the biggest flower طيب برضو لو الصفة انتهت ب y الصفة انتهت ب y نعمل ايه كنا بنخلي y i في المقارنة وكذلك في الدرجة الثالثة يعني happy سعيد عاوز اقول الاسعد اكتر واحد فرحان heavy تقيل عاوز اقول الاسقل زي زارة عباد الشمس يا الاسقل حنحط ذا في الاول ماشي ذا في الاول وحنخلي برضو ال y i حنخلي برضو ال y i ونضيف الاي s t بتاعتنا the happiest the heaviest تمام the happiest الاكثر سعادة i'm the happiest man انا اكتر واحد مبسوط the heaviest the sun flower is the heaviest flower اتقل زهرة يبقى لو انتهت بواي بنخلي ونضيف e s t طيب لو الصفة انتهت ب e هنعمل ايه يعني nice لطيف عاوز اقول الالطف brave شجاع عاوز اقول الاشجع هو ذا هتتحط في الاول انت المفروض بضيف e s t بس ال ايه موجودة الحمد لله ضيف s t بس ضيف s t بس لان ال ايه اصلا موجودة the nicest the nicest الالطف mona is the nicest girl the bravest الاشجع حسام is the bravest boy هو الولد او اشجع ولد طيب حلو جدا عرفنا لما نيجي نقارن بين ثلاثة تمام يعني مثلا that giraffe الظرافة اطول حيوان او فعلا يبقى is the tallest animal شفتوا الدرجة التالتة the tallest animal هي اطول حيوان that giraffe is the tallest animal الظرافة هي اطول حيوان that cheetah الفهد الصياد هو اسرع حيوان is بيكون the fastest animal يعني الاسرع the fastest animal اسرع حيوان تمام the fastest animal لان انا بقارن بينه وبين اي حيوان تاني مش اتنين بس لا اكتر طبعا من اتنين طيب the turtle السلحفا ابطأ حيوان مش بقارن بين اتنين لا انا بقارن بين السلحفا وبين كل الحيوانات التانية يبقى الدرجة التالتة the turtle السلحفا is the slowest شفت وانا بضيف للصفة e c t وابلها ذا the slowest animal يعني ابطأ حيوان the turtle is the slowest animal اطتي الطف اطة حقول my cat my cat الاطة بتاعتي is the nicest الالطف nice ابلها ذا وبعدها s t لان اخرها e the nicest in our street يالالطف في الشارع كل اطة الشارع لا اطتي الاحلى my cat is the nicest in our street دلوقتي واحد يسألني ويقولي احنا كنا في الدرجة التانية لما بنقاربين اتنين والصفة طويلة اكتر من مقطع زي dangerous dangerous وكان عندي the a يبقى ده مقطع وهنا the a يبقى ده مقطع والa u مع بعض مقطع ثلاث مقاطع وصفة طويلة وكبيرة كنا بنقول قبلها more or less more dangerous than اخطر من less dangerous than اقل خطرا من طيب في الضائعة التالتة لما اقارم بين اكتر من اتنين وعند صفة طويلة هعمل فيها ايه يا سلام الصفة الطويلة عندك وليكن مثلا الصفة beautiful تمام الصفة beautiful الصفة دي لوحدها B U T full ما شاء الله اربع مقاطع هي صفة لو مقطعين يبقى طويلة فالصفة دي اربع مقاطع انا عاوز اقول الاجمل هعملها ازاي هل هحط قبلها ذا وبعدها استي لا طبعا ما تزودش عليها حاجة وما تكبرهاش اكتر ره كبيرة طيب هعمل ايه حط قبلها the most وبعدها لا مفيش بعدها خلاص the most يعني the most الاكثر جمالا طيب افرض انا عاوز اقول الاقل جمالا حتحط قبلها the least يبقى الصفة طويلة بنحط قبلها the most of the least the most of the least والله الكتاب بيتكلم في the most ما جابش السيرة the least يعني يبقى لك the most beautiful الاكثر جمالا طيب لحظة واحدة بقى يعني مثلا عاوز اقول الاخطر او الاكثر خطرا dangerous صفة طويلة يبقى هقول the most dangerous الاكثر خطرا the line is the most dangerous طيب استنى انا عاوز اقول الاكثر اثارة مثير يعني exciting حقول the most exciting the most exciting الاكثر اثارة طيب عاوز اقول الاكثر تشويقا the most تمام the most interesting the most interesting تمام يعني انا كده لما اجي اقارن بين اكثر من اثنين والصفة بتاعة طويلة بحط قبلها the most طيب ما تقولي جملة يا مستر مصطفى the rose الوردة طبعا اجمل او الاجمل الاجمل من كل الزهور the rose is الوردة بتكون the most beautiful ما ينفعش ما ينفعش اقول the beautiful لا دي ما تنفعش the most beautiful flower اجمل ظهرة قلت the most ليه لاني beautiful صفة طويلة the lion الاسد طبعا ده اخطر حيوان طبعا the lion الاسد ما تقولش is ما تقولش the dangerousest ما فيش لا دي صفة طويلة هنقول the most dangerous the most dangerous the lion is the most dangerous animal هو الاكثر خطرا الاخطر the lion is the most dangerous animal اخر حاجة احنا كده خلصنا لصفة طبعضي الحمد لله اخر حاجة اخر حاجة how big يعني ايه how big يعني كم حجم لما يجي تسأل عن الحجم استخدم اداة الاستفهام how big يعني انا لو قلت how big is the rose كم حجم الوردة how big is the daisy كم حجم الاقحوانة how big is the daisy كم حجمها والله الاجابة it's about around حوالي تقريبا ما عرفش كده يعني 4 centimeters 4 سنتي يبقى how big كم حجم how big اداة استفهام how big حبيبي بيكتب وبدون ورايا حبيب قلبي البطل بيقول how big كم حجم برافا عليك how big كم حجم برافا عليك how big كم حجم كشرح احنا خلصنا ولكن يلا بينا ننتقل للكتاب ونحل التمارين انت المفروض مثلا توقف دلوقتي خلاص كده تروح بقى تشرب حاجة جميلة كده وتمسك الكتاب وتحل وترجع للفيديو تاني تكمل وتشوف اجابتك مطابقة للاجابة اللي انا هقولها وان شاء الله تطلع مطابقة وان شاء الله تكون حالي لكل صح فيلا بينا ننتقل للكتاب يا بطل نحل مع بعض التمارين يلا بينا الحاجة عندنا بوب كوز بقى على الكرامر فبيقول لي مدينتي is there الراجل كتر خيره مديني there فمستني مني الصفة والإي اس تي طبعا the a place to live nicer لأ مفيش the nicer احنا كده بندخلهم في بعض بقى nicer than ده درجة تانية احنا قلنا the nicest the والصفة وإي اس تي my city is the nicest city of the nicest place to live طيب I think أعتقد the rose الزهرة is there طيب الصفة beautiful اللي هي الصفة طويلة بنحط قبلها the most يعني مش the much beautiful مش the beautiful مش the more beautiful لا the most beautiful flower طيب the elephant is يا ترى ايه فاتست ايه ده ده الرجل مديني الصفة والإي اس تي ما مستني مني the the fattest animal the sunflower lives the ظهرت عباد الشمس بتعيش الأطول the longest مديني the longest مديني the rose is ايه than انت عايز تخدعني عايز تحك علي انت بديني than انت بتقامل بين اتنين نرجع بقى الورا كده للوحدة التانية taller than مفيش tall than مفيش the tallest than لأ than عايزة اي ار قده قاعدة than than عايزة اي ار the عايزة اي اس تي more عايزة than درجة تانية the برضو most the most درجة تالتة نكمل في البوبكوز بيقولي هنا the daisy lives shorter shorter than درجة تانية the roads the line is the 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 most dangerous the most dangerous animal the sunflower is the مديني the the tallest flower sharks are a animals اسمك الارش بتكون اي حيوانات بحرية طبعا ما تقولوش more dangerous than sea animals لأ the most dangerous sea animals يعني اخطر حيوانات بحرية sharks are the most dangerous sea animals طيب the sunflower is the مديني the يبقى the biggest i have the مديني the يبقى the heaviest the heaviest suitcase انا معايا اتأل شنطة what is the مديني the يبقى the 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 what is like the in the world in the world in the world here beautiful in the comparative it more beautiful than super the most beautiful and like على بقى نحل تمرين العامة على الدرس أول تمرين هشيل من الباكس يهو Water Grow Desert Lakes بيقول لي There is not much rain in the desert ما فيش مطر كتير في الصحراء Plants that live in there النباتات اللي بتعيش فيه Do not need مش بتحتاج يبقى البلاء النباتات اللي بتعيش في الدزيرت في الصحراء Do not need مش بتحتاج A lot of كثير من Water الميا Farmers can't eat plants there الفلاحون can't لا يستطيعوا eat plants there لا يستطيعوا طبعا هما يزرعوا نباتات there يزرعوا نباتات هنا تمام فهقوله هنا Grow طيب حنيجي بعد كده لسؤال القطعة ركز معايا بطل في سؤال القطعة القطعة بيقول لي A habitat is a place where living things live and grow الموطن هو المكان اللي فيه الكائنات الحية بتعيش وتكبر وتنمو There are many habitats في بيئات كثير In the agricultural habitat في البيئة الزراعية Farmers grow food for us to eat الفلاحون بيزرعوا طعام لنا علشان ناكلوا Like bean plants زي النباتات الفول And orange trees And orange trees وأشجار البرطان Plants need the rivers and lakes النباتات اللي قريب من الأنهار والبحيرات Like lotus flower زي ظهرت اللوتس And reed والقريد Need a lot of water محتاجة مايا كتير Plants that live in the desert النباتات اللي بتعيش في الصحراء Do not need a lot of water مش محتاجة مايا كتير There is not much rain in the desert مفيش مطر كتير في الصحراء So we can find a cacha plant مقدر نلاقي نبات الصند And tamarisk there والطرفاء هناك طيب The text is about النص ده عن Habitats ولا clothes ولا festivals ولا houses لا طبعا عن habitats البيئات We can find a cacha plant بنجد نبات الصند And ايه كمان in the desert طبعا tamarisk What do farmers grow in the agricultural habitat هما الفلحون بيزرعوا ايه في البيئة الزراعية حنبص كده في القطعة وحنلاقي هما يزرعوا Bean plants and orange وبيزرعوا كمان food طعام هنقولو كده Farmers grow food for us to eat Like bean plants and orange trees هنا اجابة number 3 Number 4 بيقولي What plants من نباتات Can we find اللي ممكن نجدها نلاقيها Near rivers جنب الانهار And lakes والبحيرات طبعا عند الانهار والبحيرات هنقولو Lotus flower and reed ظهرت اللوتس والجريد هنا number 4 هنجل الترتيب بيقولك Live Do Where You طبعا أداة استفهام بعدها فعلي مساعد Where do you live أي نتعيش Bad Heaviest I They have I have أنا معايا أنا معايا The heaviest Bad أتقل شنطة To We Grow Eat Plants We Grow احنا بنزرع بنزرع Plants نباتات ليه To To Eat لنأكلها We Grow Plants To Eat طيب هنيجي هنا لتشوز The Sunflower Is زهرة عباد الشمسي بتكون بتكون ايه flower بتكون ايه زهرة بتكون اتقل زهرة The heaviest اتقل واحدة درجة ثلاثة The heaviest flower هاي ندي هنا نكمل تشوز بتاعنا بيقولي The lion الأسد Is it dangerous than the fox إذا سنة سنة انت عندك than يبقى More More dangerous than بقارن بين اتنين ودرجة ثانية A is a place where living things live and grow المكان اللي فيه الكائنات الحياة بتعيش وبتكبر طبعا الهابتات الموتن A lotus flower grows near there ظهرت اللوتس بتانمو قريب من A It needs a lot of water ومتحتاج ماء كتير يبقى قريب من الريفر النهر الماتشنج التوصيل Plants near rivers النباتات اللي قريبة من الانهار ملها اكيد need a lot of water محتاج ماء كتير هنا one there is not much rain لا يوجد مطر كتير طبعا in the desert habitat في البيئة الصحراوية هنا two farmers work in there الفلاحون يعملون in the agricultural habitat في البيئة الزراعية هنا three the roads the roads is taller than taller than the daisy هنا four هنجي هنجي للإيميل ركز كده حبيبي معايا في الإيميل بيقول لي write an email اكتب email of about 24 words من حوالي 24 كلمة about the desert habitat عن البيئة الصحراوية your friend نور اللي صديقك نور your name is فارس انت اسمك فارس your email address is faris at gmail dot com ده ايميلك انت يبقى لما يقول لي from من حقوله faris at gmail dot com من ايميلي اللي هو faris at gmail dot com طيب your friend's email address email صديقك is noor at gmail dot com يبقى انا هقوله to الى هقوله noor at gmail dot com طيب subject الموضوع الموضوع هنا ايه قالك about عن the desert habitat about نقوله مثلا desert habitat subject desert habitat البيئة الصحراوية طيب النقطة الصغيرة دي حنكتب فيها ايه النقطة الصغيرة هكتب فيها dear عزيزي تمام عزيزي مين عزيزي اللي انا ببعتله dear noor طيب هقوله مقدمة كده مثلا زي how are you كيف حالك how are you ازايك ممكن and your family وحال عائلتك how are you and your family كيف حالك وحال عائلتك طيب بعد كده ادخل بقى في الموضوع قوله مثلا I want أنا أريد to tell you أن أخبرك about عن أنا عاوز أحكي له عن إيه the desert habitat البيئة الصحراوية the desert habitat أنا عاوز أحكيه لك عن البيئة الصحراوية ما لها البيئة الصحراوية ما فيهاش مطر كتير there isn't much rain لا يوجد مطر كتير in the desert في الصحراء تمام ما فيش مطر كتير في الصحراء ايه كمان النباتات اللي بتعيش هناك مش محتاجة مية مش محتاجة مية كتير plants النباتات that اللي live in the desert اللي بتعيش في الصحراء ما لها النباتات دي don't أو do not need لا تحتاج a lot of water كثير من الماء a lot of water طيب ممكن أقوله in acacia مثلا plant نبات الصند and tamarisk وشجرة الطرفاء اللي هي الشجرة نحية الأغصار اللي هم طبعا live بيعيشوا in the desert في الصحراء طيب أنا خلصت أقول له مثلا yours وأمضي اسمي فارس طيب تعال كده هنا بيقول لي how are you and your family I want to tell you about the desert habitat أنا عاوز أحكي لك عن البيئة الصحراوية there isn't much rain in the desert plants that live تمام that live in the desert النباتات اللي بتعيش في الصحراء don't need a lot of water مش محتاجة مياه كتير acacia plant and tamarisk live in the desert acacia plant and tamarisk live in the desert نبات الصند وشجرة الطرفة بتعيش في الصحراء yours صديقك خلصنا listen to الدرس التاني من يعني 3 من الواحدة التالتة thank you for watching شكرا للمشاهدة شكرا احنا كملنا الفيديو الاخر احنا ابطال أنا بحبك جدا جدا وإن شاء الله الفيديو جاي ندخل في يارن 3 لسن 3 وكل أسف هقولك دلوقتي خلاص خلصنا تنساش اللايك سلام بي باي